ترجمة نانسي قنقر هناك لما ولد يكون معارض لتعنيف وخاصة تعنيف جنسي هناك عدة إشارات ومؤشرات الموجودة في عدة محاور التي تتقسم في محاور جسمانية في محاور عاطفية في محاور سلوكية يعني مثلا ولد اللي احنا متعودين عليه إن كان المربي أو الأهل أو المعلم متعود على هذا الولد عادة سعيد فنشوف فجأة فيه تقلبات بالمزاج من ولد سعيد عادة لولد اللي هو صالح ليه بلشت بالاعتداء الجنسي يعني هل فيه مؤشر معين اللي أنت بتقول أنه اليوم لازم الناس تعرف عن هذا النوع من الأهل اليوم الاعتداءات الجنسية للأسف على القاصرين وخاصة على الأطفال هي ظاهرة اللي هي أخذة بالتزايد بشكل جدا رهيب بشكل جدا ملحوظ بهالموضوع الحساس فيه معطيات حقيقية بنقدر نعتمد عليها طبعا طبعا في عدة معطيات يعني إحنا بنحكي بشكل عام بالسنة الألطط إحنا بنحكي تقريبا على خمسين ألف ولد اللي تعارض لأعتداء جنسي ولأعتداء جسدي وعننا كمان بمركز بيتلين خاصة بالمجتمع الآربي إحنا عمال نشوف أنه فيه تزايد بشكل ملحوظ لهذه الاعتداءات برغم الحساسية انتبعت هاي الاعتداءات نكمل بالإشارات الولد الحزين طاقته بتختلف شو كمان؟ يعني إحنا بنحكي كمان على تغيرات جسمانية يعني مثلا كل موضوع تبول للإرادة اللي فجأة عند الولد كان تبول يومي أو ليلي إحنا بنحكي على تغيرات مثلا التهابات اللي هي متكررة بالمسالك البولية بنحكي على ولد مثلا بالمدرسة أو بالحضان اللي بيبلش كمان يتصرف فيك بطريقة اللي هي بتميزوش مثلا تصرفات اللي هي خطرة مثلا يتسلق على جدار عالي قوم بالقفز من محل عالي شغلات اللي هي بتميزش بتميزش هذا الولد شكاوي مثلا على قلة نوم على كوابيس بالليل فيه كمان تغييرات بعادات الأكل فجأة إحنا بنشوف ولد عمليا الشهية عنده بتكون مفرطة وفيه ولد مثلا بنشوف أنه قل في الشهية هنا للتوضيح للأهل يمكن عم نحكي عن تغيير في السلوك مش إذا ولد شهيته عادة ما فيش قابلية مفتوحة نفكر كانوا إذا صار تغيير على سلوك إبننا أو الشخصية عم تتغير قبالنا معناته لازم نسأل حالنا شيء بالضبط التكنولوجيا أو الرقمي كل الاعتداء اللي بصير غادة نحن يمكن معنا 30 ثاني في الحوار كمان هناك مساحة كبيرة وبتعرض ولادنا لخطر الاعتداء اليوم الاعتداء بوسائل الاتصال الاجتماعي بالتكنولوجيا بالانترنت بكل زي الاتشات السنابشات البوبجي فهناك نحن نشوف أنه فيه ارتفاع جدا جدا عالي وفيه عدم وعي عند الأهل لمخاطر هذه الشبكة صالح أطلقت حملي الهدف كأنه سري فيها مضمونة والحماية مضمونة للأهل للجيران لأي حدا بيشوف طفل وبحس أنه هالولد ممكن يكون فيه عنده عم بعاني من تعنيف فبالتالي كمان الناس ممكن تتوجه لكوا ابتداء من اليوم حتى تعطي شو فيه عندها طبعا إحنا اليوم موجودين في حملة توعية اللي إحنا مسمينا المكالمة المجهولة اللي كانت تصلى رقم نجمة 9519 اللي فيها إحنا خبراء بيتلين المركز بيقوموا بالإيجابة على جميع التساؤلات والتخبطات العاطفية والأسئلة للأهل خاصة لأولادين يتعرضوا لاعتداء جنسي واعتداءات جسدية شكرا لك صالح يا هلا الله عافيك